اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حصلت لجنة الحوار والوساطة يعني من البداية حتى للدوكا من لقاءات تشورية لدارتهم راي متفاعل وان شاء الله ما زال زيد توسع كي زيد توسع نحكم عليها ما زال ما اكملش كي تكمل الخدمة نحكم عليها يعني لحد الان يعني من البداية الحمد لله لا بس أنا حسب ما نظن رايي لباس رايي تمشي الدعوة لباس الحمد لله لا بس ما زال زيد شوية توسع الحوار ولباس رايي تمشي رايي لباس حصيلة لجنة الحوار يعني من البداية حتى للان كيف شك تشوفيها ومن لقاءات شوف حنا على حساب على حساب ما قررنا في الصحف وشفنا عنه كل في التلفازة اللقاءات هادو في الحزاب ليشفنا كما طلعت الحواريات كما الجيل الجديد وقدر واش كنت نقول لك هادو الأحزاب هادو طرحوا طرحوا يعني اختراحات وطرحوا يعني شغل ما مش اختراحة نجي مقول لك شغل دي كونديسيون طوك فيها 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 يزم يكون فيها تنازلات لنصلحة البلاي شرع نهضر لك أنا لازم يكون فيها تنازلات من الضرفين هاي مشغل من تسوى من الدولة ومن المجتمع المدانية ما يزم يكون فيها لمصرحة البلاد يزم الحوار باش نخرجوا من الأزمة هذي بالحوار انا غيب توسو غاين سوليشون اثنين من الغالب اثنين من بلاد قبائل اثنين من الشاوية واحد من الصحراء كفامني يديروا لقاءة بيناتهم متفاعل متفاعل بيشير تفاعل هذي راي بلادنا هذوك أنا كفاهمني كيفاش والناس هذي راي تخدم مهمة صعبة يقولوا باكدب عليك هل تفاعل الحوار؟ ايه لعنى تفاعل الحوار هم اللي يرام يقوموا بالذور 14 عشرها تكون مهمة سهلة ولازم كما قالك المطابرة ولازم الصبر وتكون عندهم حكمة بالقناعة عن الناس انشاء يتفهموا أقرب وقت يديروا الناحة وفوت واللي يحبوا الشعب رب ان شاء الله يجيبوا وما دمنا هكذا نارو طارف البلاد البلادي تولي اللور ما دمنا قاعدنا هكذا ما دمنا نمشوا اللور ما شعر يرى كشغل واحد يتام احنا رأنا كشغل يتام شوف لازم ينديروا انتخابة شفافة لازم يشوفوا الوضعية البلاد يسقموها لازم يلقوا حل والحل هذا مشيقال عندك وقت هذا لازم حل مستعجل يا اخويا ان شاء الله البلاد هذي بهضيه ما رضيحش هذي بلاد ناتوا عليها مليون ونصف شهيد راهي مزكية بلا بالدماء شهداء وجزاريلي مهما مهما ما تخالفنا نتخالفو بسعنا نتحدو في وقت الضار والا الحمد لله هدنا كون خير هدنا كون خير باش نفدو بلادنا ودك شوفوا الشعب الجزاري سمال تالي ملقوا للآخرات ولي للشعب الشعب هو يخلوه هو اللي يختار كي ما قولك واحد ما لبلو شعب وشراويش سماله نقاس من حيوار هذا يكون مع الشعب الحيوار وصح بلا حيوار مدير ولو تافيه داركم ما تحاورش مع ولدك ما تنجحش ما تنجحش يكدب عليك باش احطي من البلادك تبدأنا لها الشعب تبدأنا لها خير ورب يجيب ساعة لخير إن شاء الله الحال هذا قلت لك لازم اندالوا لازم اندالوا لازم حيوار يكون مع الشعب لازم يسمع وصوتي الشعب لازم وسيلة حضارية لازم الحيوار لما كش حاجات تبش بلا حيوار السلمية حضارية الحوار اكتوب اللي يجيب نتيجة إن شاء الله في أقرب يجيب يجيب لازم يجيب لازم الحوار ولازم النتيجة كيف تكون لقاءات تحاورية كيف تكون مع الشباب مع كم يقولوا مع الإطارات الحراك مكاين إطارات تعالجامعات تعالأساتذات الصحفيين هذو الأحزاب هذو كل شي لازم يفوتى لهم يدرسوا وقاع كما يقول لك المشاكل السياسية الاقتصادية الاجتماعية تعالف نجيب نجيب لازم يلقوم الحل لو كان جينا نخدم وقاع ووقفين على البلاد هذه رانا خير من دوبيط روفوا لك أطفاء ما كاش اللي ما راش ردي بالحوار ما كاش اللي يرمى وش يحووش على مصلحة البلاد وهذي كما قال لك قبلها كل شي شك كل يم يحبش إن شاء الله إن شاء الله ربي يجيب الخير وهذه هو مشاهدين الكرام الحقنا لنهاية عددنا لنا اليوم وكما اشتوه هكذا قيم الجزائريون نشاط لجنة الحوار والوساطة منذ انطلاق عملها إلى يومنا هذا أنا مبقى لغير نقول لكم ابقوا في البرنامج وما تنسوش تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وتويتر من خلال الروابط الإلكترونية الظاهرة أسفل الشاشة في أمن الله والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة